عاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركة ناجحة في مؤتمر ميونغ للأمن الدولي ومشاورات متعددة مع الأشقاء والأصدقاء في الرياض والفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن تطورات اليمن والمنطقة ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيواصل لقاءات موسعة برئاسة الحكومة والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة في الساحة الوطنية دعما لبرنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف المجالات وتحسين مستوى الأداء التنفيذي بموجب قرارات وموجهات المجلس وأولويات المرحلة وفي المقدمة جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وفي المحافظات الأخرى اشتركوا في القناة